البرلمان يوافق على زيادة المعاشات التقاعدية والمساعدات الاجتماعية بنسبة 4.6 والكلام ده حيكون من بداية العام القادم الموضوع ده وخاص بـ 2025 هتزيد المعاشات بنسبة 4.6 وبما يتوافق مع معدل التعديل القانوني هل شايف نقطة زي دي ممكن تعمل عملية ارتياح بين أصحاب المعاشات وإن كان المطلوب أن يكون في زيادة في المعاشات بس لازم يكون فيه برضو يقابلها انخفاض في الأسعار ده للأسف احنا مش شايفينه خالص لأن ما فيش نسبة وتناسب المواطن لا يشعر بزيادة المعاشات إذا كانت هناك زيادة في الأسعار يعني بصراحة الشيء اللي صاير أنه فعليا باعتبار فيه التضخم ما زال عما يزيد فبالتالي كان لابد من أنه فعليا تزيد البرلمان يقرر المساعدات اللي هي بقيمة 4.6% إن كان للمتقاعدين بسقف يعني لهم سقف معين على حسب الرواتب وأيضا للمساعدات الاجتماعية للأطفال كندرباي هلفل للمساعدات العائلية المساعدات الاجتماعية فبالتالي فعليا يعني كل شي بيصير بمكان ولكن القانون يصير بمكان آخر فبالتالي اللي بيقلك المساعدات كتير قليل بيشتغلوا هذا شيء ولكن الشيء الآخر أنه فعليا دولة الرفاهية ودولة فعليا حقوق الإنسان اللي هي فعليا بتمثل النمسا فعليا هذا شيء آخر فبالتالي موضوع زيادة المساعدات الاجتماعية هي فعليا واقع وفعليا بيساهم بتخفيف الفقر بمكافحة فقر الأطفال فقر العائلات اللي باعتبار خاصة في تراجع بمستوى العمل يعني بصراحة المستوى الدخل دخلصت على المساعدات الاجتماعية نعم نعم فبالتالي بتيجي المساعدات بتصد صغرة كبيرة وبتكافح وبتقلل من موضوع تأثير الفقر وإن كان على اللي بيحصلوا المساعدات الاجتماعية أو على اللي بيحصلوا على معاشات تقاعدية